اخي يا قلبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل والله بالشباب هل والله بالحبايف والله يسمحوا لي يا شباب لأني تأخرت ما أنا تأخرت أنا أخرت بالرجال والرجال أخر بي المهم يا سيادة الكرام سجل دخل فخم معكم أخكم دخل من قناة سموك يوتيوب إذا أنت جديد يا أسطورة والأول مرة تابع فيها قناتنا كل ما نتمناه منك فضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر القارس لأصلك شعارنا على كل ما هو جديد في قناتنا والضغط على زر العقاب لتحفيزنا بنشر المزيد وإن شاء الله نعم يا سيادة الكرام نعم يا أساطير الزمان عاد إليكم حبيب الملايين بفيديو خرافي بفيديو خنف شعري دراماتيكي طبعا يا شباب أنا حاولت أني أدخل حساب صديقنا هذا ولكن للأسف ما عرف يكتبوا لي كلمة الصور غلط حاولت أني يغير كلمة الصور ما عرف فأنا أنصحك يا حبيبي إذا أنت تسمعني الحين حاول تأمن حسابك وتغير كلمة الصور لأنك إذا انتقلت لتلفون ثاني ما رح يرجع حسابك لأنك أنت ناسي كلمة الصور فحاولت تأكد كلمة الصور في تلفونك وبرقمك المهم أنا ساويت حال إني أرسله هدية مش لان ما أكون ظالم لألو قلت له أرسلك هدية والله كان بدي أرسلك أشحن لك الفاير باس لكننا نعط المام معي أنا معك أنت المهم يا سيادة الكرام هذا حساب صاحبنا طبعا ما شحن ولا فاير باس الفاير باس الماضي كان مجاني يعني خلونا نرسله هدية طبعا هو طلب اسكن هذا أبو عضلات وكم صندوق أوكي ليش ما يصير أرسله هدية ما يصير أرسله هدية يا حرام ثواني ليش ما يصير أرسله هدية دقيقة والله تعبد أقسم بربي تعبد من هذه الشغلة تعبد دقيقة خلونا نشوف يمكن يصير من هنا وينك يا صديقي وينك يا صديقي وينك يا صديقي هذا تقريبا بالسيرفر الأوراب بيعو شو سالفته وين حسابه؟ مشكلت مضافين معاي في الفيسبوك كثير أريد أحذفهم حذفت كثير بس بعدهم ما يصيروا معاي من لعبة وين صاحبنا وين صاحبنا؟ هذا صاحبنا ما يصير أرسله هدية يا حرام لحظات رح أرسله رسالة رح أتفاهم معا بعدين المهم يا شباب رح أصرف الحين جواهر والله حرام أقسم بربك أنت ريد أرسله هدية بس ما صار ما مشكلة رح أرسله أو رح أدخل حسابه رح أحاول أدخل حسابه وش حله أي حاجة المهم خلونا نصرف جواهر على هذا الموقع والله أقسم بربي أني من العصر للحين أحاول أدخل حسابه أحاول أساوي أي شيء بس ما صار الغلط ما مني أنا الغلط من صاحب الحساب فإذا ما صار ما مشكلة بكرة وبعد بكرة رح أرسلك هدية ورح أصور للمتابعين لأن أنا أخذت بطاقة وشحنت في تلفوني أنا كنت أريد أدخل حسابك بس ما صار وشحنت في تلفوني عشان أرسلك هدية وما صار فإنتظر إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة رح أحاول أدخل حسابك المهم يا شباب خلونا نصرف جواهر على هذا الحساب على هذا الموقع وبعدها رح ننتقل للفيديو الثاني عقلة الظل من المهم ما مشكلة قم بإزالة أنصرين غير ضروريين من مجموعة الجواز أي شيء اللي ما ضروري كل شيء ما ضروري أريد الأسكن يصير تعطون الأسكن المهم خلونا نشيل لا ما هذا خلونا نشيل هذا وخلونا نشيل بعد شو هذا الشيء كل شيء معي أصلا بس ما مشكلة يا الله يا شباب لف العقلة 29 قوهارة خلونا نشوف إيش قد رح نخصر على هذا الموقع ونعرف حالي إن في هذا المواقع أخصر كثير تقريبا آخر صندوق رح يطلع لنا هذا الأسكن والله الأسكن خرافي هذا القنبلة معي هذا القنبلة معي هذا القنبلة معي هذا القنبلة معي سكن خرافي بس إن شاء الله ينزلوا سكن مثل هذا الشب بطاقة تغيير الاسم يالا كويس خلونا نشوف 199 قوهارة والعدد بلش يزيد يا قارينة 299 يعني 300 قوهارة قارينة لو أنت بتوصلين والله حرام بعد هذا الضربة تقريبا رح يصير 600 قوهارة يالا خلونا نشوف والله حرام 449 تقريبا رح يصير 600 أو 700 800 يالا 600 قوهارة طبعا يا شباب يعني أنت لا تحسب أنه خسرت 600 احسب يعني 25 بعدين 90 يعني كم صاروا بعدين يزيد عليهم يعني تخسر كثير بس أنت ما تحسب حسابك شوف الذكاء عند الشركة يعني أنت ما تحسب حسابك تقول أو 600 قوهارة بس أنت صرفت قبل 400 قوهارة و 200 قوهارة هذين يجمعهم مع بعض شقد رح يصيرون فراح تخسروا كثير هذا الذكاء من الشركة أخي يا قاري أنه محد يقدر لك ها تشوف تشوف آخر آخر ضربة يعني على فكرة على فكرة يا شباب هذا الصندوق الاسكن نفس الصناديق الثانية بس هذه ميزة من متطورين يحلو لك الصندوق الأخير أنك تاخذوا أنت أو قبل الأخير يعني لازم تصرف علي أكثر من من ألف ألفين جوهارة يعني قلنا نادرة اللي بيحصل الاسكن من أول لفة نادرا نادرا تحصل واحد حصل الاسكن من أول لفة أو ثاني لفة أو ثالث لفة شفتو يا شباب ما حرام اللهي إيه هذي ميزة من ميزة المطورين أن يخلي لك الاسكن آخر شي يعني كذا ولا كذا أنت راح تحصل الاسكن بس ما مشكلة خلنا نجمع شوف إش قد أنا خسرت خلونا نشوف شقد خسرت شفتو يا شباب كان معاي أربعة آلاف قوهرة راحوا لأربعة آلاف وظلوا لخمس بي المهم يا شباب هذا الاسكن اللي حصلنا عليه اسكن خرافي اسكن يستحق بس ما يستحق أنك تصرف عليه أربعة آلاف قوهرة أربعة آلاف قوهرة بإمكانك تشتري اسكنات أكثر وأكثر وأكثر صحيح أن الاسكن راح يكون نادر ولكن حرام أنك تصرف عليه 4000 جوهرة وأنا لو عارب أني راح أصرف عليه 4000 جوهرة راح أصرف عليه ولكن للأسف قارينة تخليك تندفع عنك أنت يعني تلذذلك الشيء آه 200 جوهرة خلينا أصرف آه 200 جوهرة عادي بس أنت ما حسبت أشقد خسرت زمان يعني كل شي يتقمع على ظهرك وبعدين تتفاجئ أنه 4000 راحوا المهمة علينا من هذا الشيء كله طبعا يا شباب مثل ما أنتم شفتم أنه ما صار أرسل لصاحبنا هدية راح أتأكد مرة ثانية يمكن يصير أرسله هدية وين هو صاحبنا وين هو صاحبنا وين هو صاحبنا وين هو صاحبنا خلونا أشوف أتأكد للمرة الأخيرة مشان والله ما يصير أقسم بيربي ما يصير المهم يا شباب راح أتفهم مع الشاب ورح أحاول أرسلكم صورة اني رسلت له اي حاجة ننتقل للفيديو الثاني اتمنى انك ما تنسى انك تحط لايك يا اسطورة تشقيع اللي بنشر المزيد من المحتويات وننتقل للفيديو الثاني اللي انتبه انه بوك يالا يا شباب هلا والله يا سادة الكرام دخانوا فيديو جديد سجل دخول فخم العيون السادة الكرام واتمنى منكم يا اساطير سجل دخولك باللايك واشترك في القناة يا اسطورة الزمان اذا انت جديد طبعا يا شباب موضوع الفيديو اني كنت ألعب جيم راينكت سكواد وتبقى اخر واحد في القزيرة يعني ان لو شفت هذا الشخص مسكين من من اسلحته ومن طريقة المشي حسيت انه مبتدئ في اللابة فجلست ألعب يميني سار معاه جلست امزح معاه بس للاسف هو مقرر انه يقتلني يعني الانسان حاط في راسه انه يقتلني ولكن يعني كنت اضحك انه في الجيم كنت اضحك واقول لصديقي لا تقتل هذا الشخص لا تقتله ابدا راح نعطيه الجيم بس شوية بنمزح معاه شوية يمين يسار يسار يمين وبعدين بنعطيه الجيم لانه تقريبا ان الشخص نازل اخر الجزيرة وحتى خيفان انه يلوت ما معاه الا في اس اس ومعاه المسدس واصدقاء كلهم ماتوا بس يعني الموضوع ضحكني والله موضوع ضحكني يعني بيوقف شوي معي وبيضربني بعدين وبيمشي شوي وبيطلع المسدس بيضرب المسدس يعني حتى الشخص ما يعرف طريقة الاسلحة يعني ما يعرف اي سلاح قوي اي سلاح يستخدامه من بعيد اي سلاح يستخدامه من قريب بس مسكين شاف الفي اس اس شافي سكوب اربعة قال هو وماش غيره طبعا يا شباب انا خليته يقتلني لانه شفت الشخص مصمم انه يقتلني ما راضي حتى يتيم معي يمكن حتى هو فكرة التتيم ما بيعرفها المهم انا قلت له صاحبي خليه يقتلك مشان ياخذ الكلات وحسبوله اكثر من نقاط الرانكد لانه لما يجيب كلات يحسبوله اكثر من نقاط الرانكد وتقريبا انه الشخص يريد يرفع من رتبته في الرانكد لكن الشي اللي خلاني اتعجب شايفين هذي الاشخاص اللي يتابعونا نحن عشرة اشخاص ما شاء الله عليهم كلهم كفوا يعني وصلوا للثمانة لايكات يعني لما مات صديقي وخلاص اجت الكاميرا على هذا الشخص المبتدئ وصلوا ثمانة لايكات واقولهم كفوا والله وحوش يعني شي عجيب شي خراف نحنا عطينا البويا وعطينا لايكات وهم بعد ساعدونا وعطوا لايكات كفوا والله لكن الشي اللي خلاني اتعجب اكثر اكثر انه لما مات معا رقصات معا رقصتين ثلاث رقصات نحنا لما بدين اللعبة ما معانا ولا رقصة يعني شركة الحين صارت تعطي هدايا صارت تعطي جوائز بس نحنا لما بدين اللعبة ماشي رقصات حتى رقصات كانت ماشي المهم كفوا على هذا الاسطورة وكل اسطورة مبتدئة دخل هذه اللعبة يوما ما سوف يصبح من اساطير الزمان اتمنى منك يا اسطورة تحط لايك وتشارك هذا المقطع مع الاصدقاء وكان محدثكم دخان والسلام عليكم الاسم و احبیں اتمنى منك يا encontramos احب 참ع